اهلا بحضراتكم من جديد كتير مننا بنسمع عن حملات أو منشدات لحماية اللغة العربية وضرورة التوعية بالحفاظ على اللغة العربية اللي هي مصدر لهويتنا وفخر لنا كلنا لكن الحقيقة مؤخرا تم التقدم بمشروع قانون لحماية اللغة العربية دي طبعا خطوة جيدة في طريق الحفاظ على اللغة وخصوصا مع وجود أخطاء كتير جدا ومتعددة في اللغة في كتير من مواقف حياتنا اليومية وجود كمان حاجات دخيلة علينا زي الفرانكو أراب أو استخدام مصطلحات أجنبية في كلامنا اليومي فخلونا نعرف أكتر عن مشروع القانون وأهمية اللغة العربية في حياتنا منضفنا على الأستاذ محمد السخيوي المستشار التعليمي للغة العربية بجريدة الأهرام أهلا بك صباحك صباح الورد أهلا بحضرتك صباح الورد نتكلم بقى عن إيه المقصود بمشروع قانون حماية اللغة العربية وكان إيه الأسباب إن إحنا نقدم هذا المشروع مشروع حماية اللغة العربية طبعا اللغة العربية تراجعت بشكل مرحوظ في الفترة الأخيرة طبعا في بعض اللغات الأجنبية بدأت تتفوق على اللغة العربية لإن إحنا بناخد ده كنوع من أنواع الثقافة أو التأثر بالغرب من الحتة دي بدأ نفكر في مشروع حماية اللغة العربية في بعض النواب قدم المشروع ومجمع اللغة عمل مشروع بمنتهى الدقة وفعلا بدأنا في تنفيذ المشروع أو طرح الأسئلة بتاعة المشروع والأسباب اللي إحنا عشانها هنعمل مشروع من الأسباب اللي المشروع هيكون موجودة عشانها أول حاجة اللغات الأجنبية بدأت تتفوق بشكل ملحوظ على اللغة العربية الحاجة التانية الأخطاء الشائعة طبعا أستاذنا الفاضل الدكتور صلاح فاضل رئيس مجمع اللغة العربية بدأ يحط سببين ويشتغل عليهم في مجمع اللغة العربية هم والأساذ الأفاضل أول حاجة تفوق اللغة الأجنبية واللغات الأجنبية على اللغة العربية الحاجة التانية الأخطاء الشائعة اللي موجودة بنلحصها في كل أي لفتة مكتوبة أو أي حاجة إعلانية أو أي حملة إعلانية حتى بنبصر لأي أخطاء شائعة كتير جدا وبالتالي ده يدل على ضعف اللغة العربية وهيمانة اللغات الأجنبية على اللغة العربية طب أي أسباب هيمنة اللغات الأجنبية؟ أكيد هم يملكون من القوة اللي قدروا يفردوا بيها لغاتهم على الشعوب التمكين أو هيمنة اللغة العربية أو السيطرة على اللغة العربية يعني إحنا مثلا لحد دلوقتي الإيميل بالإنجلش مش حاجة اسمها إيميل بالعربي يعني آت مش عارفة كذا كذا فهما قريدي مهيمنين يعني كده كده ده من فكر الغرب أو فكر الاستعمار أي حملات بتحجم اللغة العربية ده من قديم الزمان يعني أي استعمار بيدخل أو أي دولة أجنبية عايزة تفرد هيمنة أو سيطرة حتى لو رجعنا عصور الاحتلال الأولى نلاقي أول حاجة بيعملها الاحتلال فرض اللغة التركية، فرض اللغة الإنجليزية، فرض اللغة الفرنسية طب ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على طمس الهوية العربية هو عايز يعمل هيمنة وسيطرة للغته عشان يطلع أجيال معندها الثقافة، معندهاش هوية ما تعرفش تراصها، ما تعرفش تاريخها فالفكرة بتاعت الهيمنة والسيطرة ده موجودة من زمان جدا ولكن إحنا كلغة عربية لغة أم اللغة الأمة عندنا، فإحنا لازم نحافظ عليها لأنها جزء من الهوية والطراص وبالتالي كانت فكرة المشروع بتاع قانون اللغة العربية قانون اللغة العربية بشكل بسيط هو حماية اللغة العربية هو موجود للغة العربية القانون ده هيطبق على إيه وهيامل إيه؟ هيطبق على إيه؟ كل أسماء المؤسسات في الدولة، كل أسماء أي مؤسسة حكومية أو أي مصلعة حضرتك بتدخلها أو أي لافتة أو أي منشور لابد أن يكون باللغة العربية وحتفرض غرامات باهزة لعدم اتباع الإجراءات أو عدم اتباع التعليمات اللي احنا بنقول عليها حتى لو في شهادات الشهادات واللي حضرتك كنت بتقولي الإيميل أو كده الشهادات المترجمة حتى الشهادة المترجمة يجوز أن تذكر اللغة الأجنبية ولكن بعد اللغة العربية وتكون اللغة العربية هي الأكبر حجماً والأكثر ظهوراً في الشهادة يعني حتى لو واحد خريج أو بيترجم شهادة الدولة برة ده هيشترط عليه أن يبقى اللغة العربية واللغة الأجنبية اللي هو بيترجم ليها موجودة في نفس الشهادة طيب اللافتات الإعلانات تحديداً عشان ده برضو دي صناعة لوحدها المجال الإعلانات أو التسويق يعني ممكن حتلاقي فيه لهجة مصرية يعني حتلاقي المصري مش العربية الفصحة العمية العمية المصرية يعني ما إحنا برضو عايزين نحافظ على هويتنا إحنا بقى العمية المصرية زي ما فيه مستويات للفصحة فيه مستويات للعمية ولكن اللغة اللي إحنا بنشوفها ما فيهاش أي مستوى إحنا للأسف بقى فين حطات عن اللغة العمية كمان وده فكرة الحفاظ على اللغة العربية اللغة العربية مش جزء من الهوية وجزء من الثقافة بس اللغة العربية لغة مقدسة عشان القرآن الكريم ولغة شعائرية عشان كثير من نصوص المسيحية واليهودية أيضاً كتبت باللغة العربية إذن اللغة العربية هي مش جزء من الإسلام ولكن هي جزء من الإسلام والمسيحية واليهودية إذن هي هوية عربية وليست هوية إسلامية فقط كما يدعى البعض لغة فرضت نفسها في وقت ملحوظ الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام كان سبب سواء بقصد أو دون قصد في نشر اللغة العربية بشكل ملحوظ وأصبحت اللغة السائدة في كل أنحاء العالم حتى بعض الدول الغير عربية زي تركيا مثلا بتتكلم لغة عربية إيران بتتكلم لغة عربية يعني في دول كتيرة جدا بتتكلم لغة عربية بس لو بتشوف المسلسلات التركي لا ما بتكلموش لغة عربية بتكلموا تركي ولكن اللغة العربية عندهم موجودة 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 فهي لازم هي اللغة الأم عشان هم معظمهم مسلمين فهو عارف أن ما فيش عبادة ومعاملات بدون اللغة العربية طب ما فيش مشروع قانون للغة المصرية القديمة نتو درس يعني أعتقد برضو دكتور طرق شاوء اللغة المصرية القديمة أصدقى الهيروغليفية القديمة بقى بتاعتنا بتاعت الفرع مش هقول فرعنا المصريين القدماء المصريين القدماء بالفعل الدكتور طرق شاوئي بدأ يطرح الكلام ده ده كان من وقت موكب المميوات من وقت موكب فعلا المميوات صحيح يعني عبق أو إحنا سامعين الأنشيد ومش فاهمين بتقول صحيح وفعلا إحنا بدأنا فعلا ندرس الكلام ده ولكن الأكثر والأحرى والأفضل دلوقتي إن إحنا الأول ننقذ اللغة العربية من حالة الهيمنة والسيطرة بتاعت اللغات الأجنبية طيب ممكن يعني أرد على حضرتك في حاجة وماشي تالي بقى يعني نقشني فيها فضل أنا بشوف إنه يعني هيمنة اللغة الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بسبب إنه دلوقتي الإعلام والدراما والسينما اللي هي بتبقى جاية من برة بتبقى هي اللغة الإنجليزية والفرنسية العادية جدا راح بنسمعها لما بتسافر برة بتسمعها في الشارع إنما أنت هنا الإعلام والسينما والدراما اللي بتنتج في مصر بتبقى باللغة العامية المصرية وليست باللغة العربية وبالتالي ويعني كان فيه طبعا يعني إنتاج باللغة العربية لكن قلب يعني بشكل يعني قوي جدا فبالتالي استخدام اللغة ما بقاش موجود يعني هو الواحد لما هيتعلم لغة عربية في المدرسة هو عارف إنه هو مش هيستخدم اللغة دي لما يطلع يتخرج ويخش الجامعة ويشتغل فده أعتقد إنه سبب من أسباب هيمنة اللغات الأخرى وتغير اللغة العربية إلى اللغة العامية المصرية فنقدر نعمل إيه في القصة دي وشايف القصة دي إزاي وهل شايف إنه إحنا بمجرد إنه إحنا بنحط أسماء المصالح الحكومية ويعني اللفتات باللغة العربية هل ده فعلاً هينقذ اللغة العربية بالشكل اللي إحنا عايزينه؟ هو مش اللفتات بس ولا الأسماء بس ده أسماء المؤسسات كل حاجة هتكون باللغة العربية ممنوع استخدام أي كلمة أجنبية ممنوع استخدام أي كلمة أجنبية ممنوع لو مش عارف لغة العربية ومتعود على الأخطاء الشقيعة اللي موجودة في اللغة اللي هي درجة دلوقتي حتى في الحديث اللغة العربية لما بنشوف الأعلم يعني أنا برضو أنا مش عارف الصح من الغلط هو المشكلة حضر لك اتكلمت ببعض الجزئيات أو نقطتين أول حاجة اللغة الأجنبية أو اللغات الأجنبية زي اللغة الإنجليزية في العمل والدراسة والكلام دوت وإحنا ده جزء من ثقافة المجتمع المصري زي ما فيه يعني بعض الناس دايما يسألوني سؤال يعني إحنا ما ندخلش ولادنا مدارس انترناشنال إحنا مش ضد التقدم ولا إحنا أنصار المحاوزة القديم بالعكس ولكن لازم الناشئ اللي طالع يبقى عارف أنه في حاجة اسمها لغة أم لغة أساسية فحنا بنعلمه اللغة العربية واجمع أي لغة إنما للأسف اللي احنا بنسمعه دلوقتي ولا لغة عربية ولا لغة أجنبية يعني معظم الناس التحرك بتقولي احنا بنسافر برد Dahin بنتكلم باللغة الإنجليزية لأ احنا بنسافر برد ما بنعرفش نتكلم باللغة الإنجليزية برضو لأن احنا حتى اللغة الإنجليزية مبنتعلمها الصح ولكن لازم يكون فيه لغة أم لغة ثقافة لغة دين لغة تراث وبعد كده نتكلم لغات أخرى طب أستاذ محمد أنا عندي فضول أعرف يعني أكتر حضرتك لما كنت في المدرسة كنت بتحب اللغة العربية تحب حصة اللغة العربية طبعا طبعاً تحب اللغة العربية طب ما كنتش بتلاحظ أنه بشكل عام منحط رجلين على الأرض شوية دايماً اللغة العربية حصة اللغة العربية منحصة على طلبة كتير تقيلة يعني خصوصاً النحو نحو معاقب ناس كتير أو خلي بالك كويس والإعراب وإعراب الأرقام يعني الجرامر يعني النحو بتاع اللغة العربية مش سهل ما يفعش نوديو الشينا نحو التانية فده عايز أصلاً توصله بشكل سلس صح يعني الطريقة اللي بتوصلها بشكل سلس للطلبة عشان يحبوا اللغة العربية عشان يفهموها إنما النحو في الحقيقة والبلاغة من الحاجات اللي بتكون يعني صعبة جداً على التلمزة والطالبة إنت يمكن من أن الناس يعني بتعرف علاقتك باللغة العربية في المدرسة كتير بتذكر عشان تعدي الامتحان المشكلة المشكلة مش مش بتكمن في اللغة العربية فقط ولا بتكمن في ولي الأمر ولا بتكمن في المعلم اللي بدارس اللغة العربية ولكن هي منظومة متكاملة ولي الأمر عليه مسؤولية والمعلم هو كمان عليه مسؤولية يعني إحنا مثلاً نشوف التربية والتعليم الوزارة عندنا عمل إيه في اللغة العربية حضرتك اتكلمتي على نظام زمان ونظام التعليم فاللغة العربية كانت بتمثل 25 درجة وبعدها 30 درجة فالطالب سانوية عامة مثلا بيذاكر لغة عربية جزء كبير جدا جدا عشان 30 درجة ففي النظام الجديد عندنا اللغة العربية بتمثل 80 درجة يعني هي أعلى لغة أو أعلى درجة في المواد السانوية العامة اسمح لي أستاذ محمد يعني هي في مواد تانية برضو عليها درجات كبيرة جدا والطالبة بتذاكرها وبتنجح فيها وبتجيب الدرجة الكاملة ففيها أي حاجة برضو تمام فهي يعني مسألة برضو ما هي نقول مسئولية مسئولية طالب ومسئولية معلم ومسئولية ولي أمر مسئولية المعلم من هو يوصل اللغة العربية وإن يحبب الطلبة في اللغة العربية زي ما أستاذ أمها بتقول فعلا إن احنا لازم ندرس اللغة العربية بشكل حديث وده فعلا بدأ يحصل في الوقت الحاضر المعلم اللغة العربية اللي فيه صورة مكونة في زهن حضرتك على شكله أو على طريق تدريسه لا بقى فيه دلوقتي الوزارة بتعمل دورات تدريبية كتير جدا للمعلمين لا أنت صورة زهنية في الأفلام الكتاب والشيخ اللي بيمد الطالب على رجليه يعني دي حاجة الكتاب ده اللي كانت بتخلي اللغة العربية ده رعب يعني فيلم رعب لا ما فيش والعنف مع الأطفال ولكن الكتاب أنت وضعت إيدك على حتة مهمة جدا وهي القرآن الكريم طبعا القرآن الكريم ده أساس اللغة العربية حضرتك لازم تسأيني سؤال في الإسكريبت تقوليه طب إزاي أقوي أولادي في اللغة العربية هرد رد واحد بس أقولك القرآن الكريم ابنك لو حفظ قرآن كريم لذلك لما بيجينا طفل صغير عنده مشاكل في التخاطب فيبدأ يقولك أرده على مركز تخاطب وأرده مش عارفه ويبدأ وديله جلسات والموضوع أبسط من كده لا خليه حد يحفظه القرآن يحفظ أربع خمس آيات مش أقولك صور أربع خمس آيات وشوفي التقدم الملحوظ اللي هيحصل اللغة العربية لغة مارينة لغة مارينة في اللغة في الكلام ولغة مارينة كمان حتى في العاطفة والإحساس هي محتاجة استخدام يا أستاذ محمد طبعا أنا هقولك على حاجة هي برضو يعني دلوقتي لما بيبقى واحد مثلا في الجامعة أو طالب في المدرسة في السنوية العامة هو بيدرس وبيذاكر علشان يشوف المستخدمات يعني أو الاحتياجات العمل إيه ويقدر أنه هو يشتغل على الاحتياجات دي فتبقى عنده كل المقاومات أنه هو يشتغل اللغة العربية مش من الحاجات اللي بتبقى في الاحتياجات بتاعة سوق العمل باستثناء أنا لأن أنا كنت عايزة بقى موزيع أخبار فبالتالي أنا لما جيت يعني أشتغل موزيع أخبار بدأت أن أنا أدرس اللغة العربية من الأول بدأت أن أنا برضو أحفظ قرآن زم ما أنت قلت فبالتالي استخدام اللغة العربية في الشغل واستخدام بقية اللغات في الشغل وباستخدام أي حاجة في الشغل هي اللي بتخلي الواحد أنه هو يذاكر ويعني يتمكن من الأدوات دي فإزاي نحن نقدر نشتغل على القصة دي بحيث أنه ما يبقاش مجرد بس اللغة العربية أن أنا يعني بتعلمها علشان بس أحفظ على طراث أول حاجة تغيير في المجتمع هنبدأ تغيير المجتمع بقانون اللغة العربية الجديد اللي هم بين أشوف مجلس النواب اللي إحنا هنخلي كل حاجة باللغة العربية القائمة لتاعت الطعام بدل ما تدخل في مطعم أنت حضرتك مش عارف لغة إنجليزية فأنت مش عارف تقرأ أصلا أصناف الأكل طب إحنا ليه ما نكتبش أصناف الأكل باللغة العربية طب وليه ما نكتبهاش باللغة العربية بس يعني أنت علشان أنت تبقى عارف أصل الأكلة دي يعني مثلا لو أنت داخل مطعم إيطالي مثلا فمش عارفة إيه كان يلوني معرفش إيه باللغة لازم تبقى أنت يعنيك عارفة تقرأة بالإنجليز أو الإيطاليا لأ إحنا عندنا دلوقتي حتى أي مطعم مصري لو بيعمل أكلات مصرية بحتة بيكتب باللغة الأجنبية وبيكتبها يعني هو كمان بيكتبها عربي باللغة الأجنبية يعني بيكتبها باللغة يعني فول بيكتبها بالفول اه بتبقى يعني مكتوبة غلقة ده مشكلة ده مشكلة ده مشكلة تانية خالص يبدأ أن إحنا لازم نحترم اللغة ولازم فعلا أن إحنا نحفظ على اللغة في كل المؤسسات وفي كل التعملات طيب أنا عايزة تعال شوف العمل أو مجال العمل فيه كتير جدا من مجالات العمل ما بتحتاجش أصلا لغة إنجليزية بس إحنا حفظين ده تقليد أعمى إحنا حفظين أن إنت لازم لغة أجنبية معاك لغة أجنبية ومعاك شهادة بالرغم أنه ممكن يكون مجال العمل لحضرتك أنت حضرك مزيع ممكن حركة تروح تقدم في قناة يقول لك حضرك أنا عايز يكون معاك تويفل في الإنجليش بالرغم أن إنت مزيع وهتقدم لغة عربية ومش محتاج تويفل لا محتاج لأنه لأنه معرض لأي وقت أنه يقابل حد أجنبي هتكلم معه لازم يكون معا لغة تانية على الأقل بس ما يكونش شرط أساسي في كل المزيعين اللي هيقدمهم في القناة وبعدين الاطلاع يعني أنت دلوتي بتي تدخل على يوتيوب الاطلاع كثقافة غير التخصص كلغة أجنبية مايروحش يخليني أخد 12 مستوى و20 مستوى تقعد سنة ونصف سنتين تدرس لغة إنجليزية طب ما أنت بالطبيعة هتبقى معتز باللغة الإنجليزية اللي أنت درستها أو باللغة الفرنسية ليه الناس ما تدرسش الحاجة اللي بتحبها براحتك خالص يعني أنا ممكن يكون عندي التالنت يعني أكتر محببة إلى قلبي لغة معينة أنا بعلم أولادي تلت لغات بس لازم اللغة الأم هي اللغة العربية ما هي دي كده كده موجودة بحكم اللهجة المصري لأ مش موجودة إحنا بنفرح بالواد الصغير لما ابن حضرتك بتسأليه أو ابنتك بتسأليه فتقدمها در مدرسة انترناشنال فتبصت ليه بيتكلم لغة والأكسن كويس عنده قوي عالي قوي فتقولي ما شاء الله شايفين وبتبقى فخورة بالكلام ده وانت حاسة اللي انت دفعت المصروفات بتاعت المدرسة بشكل فخورة بنفسها ان هي أصلا مش عارفة تتكلم عربي ده يعني أعطي ده هي دي المشكلة ده مش صح ده اللي عمل بدأ بداية المشكلة لكن اتقان الأكسن انت بتاعت اللغات لا ده مهم جدا ده مهم جدا اننا نقمط الانجلش صح وقق العرب صح لغة واثنين وتلاتة بس لازم يكون فيه لغة أم ماينفعش يبقى واحد خارج مدرسة انترناشنال مش عارف يقرأ قرآن كريم مش عارف يصلي طب أنا عايزة أسأل سؤال احنا دلوقتي يعني لما كريم كان بيقول ايه أنا عشان بدأت أكون مزيع أخبار درست اللغة العربية من أولو جديدة عمليا بقى احنا في المدرسة بناخد كمية قواعد في النحو رهيبة اللي بنستخدمه حقيقة في حياتنا بقى بعد كده اللي بيستمر معنا هم تلات أربع قواعد في الإعراب وخلصنا يعني اللي الجملة الإسمية والجملة الفعلية والمضاف إليه والمشافع وكانا وأخواتها لا بالنسبة لك انتو علامات التركين كفاية قوي انتو علامات التركين في الكتابة كفاية قوي يعني علامات التركين والسرعة فانت بتلاقي في الآخر انو الحياة العملية مش طالبة كل هذا الكامل من القواعد انتو كده مش متابعين بقى في النظام الجديد في التعليم مفيش كامل أصلا دلوقتي عندنا في النظام يعني دكتور طرق شاوئي وهو ده يعني يمكن الهجوم اللي كان موجود على الوزارة في البداية خاصة في مادة اللغة العربية كل الهجوم اللي كان موجود على بداية التعليم اللغة العربية حضرتك بتدرس عشر نصوص وبتدرس زي ما الأستاذة مها بتقول كام قواعد كبير جدا عشان تمتحن في قاعدتين ثلاثة ومتستخدمونش بعد جدا وفي الآخر انت بتكون بعد ما بتخلص بقى امتحانات التحرر المحتوى يعني دلوقتي الطالب اللي بيدرسه ما بيجيش في الامتحان احنا بنجيب له قطع قراءة ونمازج من القراءة متحررة المحتوى هو بيشوفها أول مرة احنا بالنسبة لي أكتر حاجة مرعبة كانت في امتحانات العربي يجيب لك مقطوعة كده وقل لك ايه اعرب بقى ما بينا مش عارب ايه معاكش موجود الكلام دا عندنا لا النظام دا في النظام الجيد مش موجود احنا ممكن دلوقتي يعني ممكن اجيب قطعة قراءة في السنة العامة عن الحيتان قطعة قراءة في السنة العامة عن التعلم وعن بعض هو بيقراها لأول مرة عن مرض معين عن كوكب معين اذا هو بيقراها الاستمتاع فيبدأ يجاوب اللي احنا عاوزينه ويقول اسئلة اللي هو عاوزها من غير كتابة ومن غير حفظه ومن غير فضوله ومن غير حش ومن غير تطويل طيب انت حالك ذكرت حاجة مهمة جدا بالنسبة لي انا دايما عملالي يعني عملالي مشكلة عندي انا شخصيا لما بشوف بتفرج على التلفزيون بشكل عين بقى يعني الاخطاء الشقيعة دي بقى الحاجة اللي انت ذكرتها واحنا عندنا اخطاء شقيعة جد يعني كثيرة في في الاعلام وفي السينما وفي الدراما حتى اللي هي بتنتج باللغة العربية الفصحة بيبقى فيها اخطاء شقيعة فازاي ان احنا نواجه هذا الامر ونخلي الناس ان هي تراجع دراستها للغة علشان موضوعها لاخطاء الشقيعة دراست اللغة العربية لا شك ان هي بقت بخير الفترة دي في السنوات الدراسية واول خطوة عملتها الوزارة ان هي بدأت ما تحطش محتوى محفوظ عشان الطالب يحفظه ويخش يقوله في الامتحان ده اول حاجة تعال اشوف مثلا الصف الرابع اللي ابتدأي مش هتكلم في السنوي عشان ما تقولش تخصصه الصف الرابع اللي ابتدأي السنة دي بيمتحن في الوقت اللي احنا فيه دي الوقتي بتعرف طبعا ان كان في مشكلة على رواب تدأي ومنحك رواب تدأي لا مش في مشكلة هم دايما المصري دايما يعني هو بعارض يعني هو دايما اما الوزارة عملت النظام الجديد من السنوي فكاتل الجملة الشهيرة انت ازاي نبدأ من السنوي احنا ازاي ما نبدأش من الأطفال يعني حضرتك ازاي ما تبدأش من نأسس من تحت احنا كده الهرم مقلوب وده اللي حصل فاحنا خدنا كلام الناس واحترمناه وبدأنا ندرس كلام الناس وبالفعل الوزير قالك نبدأ من الأول طب انت ازاي تمتحن طفل في قولة ابتدأي او تانية ابتدأي ودخله رهبة الامتحان طب طالب قولة ابتدأي و تانية ابتدأي و تالتة ابتدأي ما عندوش امتحان فيقوم الناس يقولك طب قولة ابتدأي و تانية ابتدأي و تالتة ابتدأي ما يمتحنش ازاي؟ طب هو هيتعلم يكتب ازاي؟ طب افتح شباك ولا فلو طب احنا نعمل ايه طيب؟ احنا تخلم على نظام التعليم لكن انا يعني عايز برضو اخص الاعلام بالذات والدراما والسينما لانه الناس مهما اتكلمنا الروايات استاذ كريم بالروايات الروايات دلوقتي الاعلام اللي احنا بنسمحها هم دلوقتي الروايات اللي بتتعمل ما عادش فيه جمهور قراءة ما عادش حد بيقع فبالتالي الرواية اللي بتتكتب هو عاوز يعملها عمل سينمائي عشان تتشاف زي فيه اللازرق وزي الروايات اللي ما بتكونش لها سعر في البداية واول ما بتتعمل عمل سينمائي بالرغم انها رواية جميلة جدا بتلاقيها بقت سعرها ومش موجودة في المكتبات وتروح تدور عليها بس طول عمر السينما كده يعني الرواية اللي بتتحول لفيلم دي بتبقى حاجة مختلفة طبعا زمان بقى كانت الرواية بتنجح قبل ما بتتحول لفيلم مش لازم تتحول لعمل سينمائي لدرجة ما بتجي تفاهم حد ان العمل السينمائي الفيلم اللي انت شايفه ده ده رواية في الاصل او كتاب ما بيكونش متخيل يعني ايه رواية يعني ايه كتاب فبالتالي الكتاب بدأ قوم يروحهم ويتكلموا باللغة بتاعة الواقع اللغة اللي احنا بنسمحها ويتخطب بها الناس في جميع المجتمعات اللي هي لهجة العوام وكمان لهجة منحطة في العوام عشان يقدر يتعمل العمل السينمائي ويعجب الناس وده دور الرقابة ده دور الرقابة ودور الجمهور حضرتك دلوقتي مش اي فيلم تقدر تاخد اولادك وتاخد زوجة حضرتك وتدخل تتفرج عليه لازم تبقى عارف ده فيلم بتاع مين واحداثه بتقول ايه عشان ما تسمعش كلمة حد من ولادك يسألك عليها تقجل اللي انت ترد طب ما ده دور الرقابة لازم تساعد برضو الناس اصحاب اللغة مجمع اللغة العربية بيقول واول ما هم عرضوا القانون بتاع اللغة العربية الدكتور صراح فضل وبعض اسات زي المجمع اللغوي عملوا فعلا مشروع مدروس ومحدد وبدأوا يحطوا قوانين وبدأوا يقولوا اسباب انتشار اللغة الاجنبية وان احنا فعلا الموضوع بقى زيادة عن حده في المجتمع المصري والاخطاء الشائعة اللي بدأت تظهر حتى في القرآن الكريم لما بتيجي تكتب ان لله وان اله راجعون بتكتبها ان لله وان اله راجعون بتكتب الاية غلط لما تكتب ان شاء الله بتكتب ان شاء الله كلمة واحدة ففيه اخطاء كتير شائعة فاحنا حتى عندنا بنقول قل ولا تقل يعني دايما نجيب الحاجات الاخطاء الشائعة ونقول قل ولا تقل اللغة العربية هي الاكسر مرونة والاكسر نجاحا حتى في العطفة لو عندك ثلاث ابناء لأب واحد وام واحدة يتحدثون لغات مختلفة فتشعر انهم سلاسة ابناء لسلاسة اباء مختلفة يعني العطفة بتاعتهم مختلفة مجرد انهم بيتكلموا لغات مختلفة فتلاقي احساسهم مختلف اللغة العربية مش كده اللغة العربية قلنا لغة مقدسة عشان لغات القرآن الكريم ولغة شعائرية عشان نصوص المسيحية ونصوص اليهودية إذن هي مش فكرة الإسلام وهكناها فكرة التراص كل التاريخ والثقافة بتاعتنا مدوانة باللغة العربية طبعا أنت مش عارف اللغة العربية مش هتعرف التاريخ مش هتعرف التراص طبعا للاسف طبعا وقتنا انتهى النهاردة أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا الأستاذ محمد السخيوي المستشار التعليمي لللغة العربية بجريدة أهرامنا وردنا النهاردة في صباح الورد صباح الورد عليك يا كريم وخلصت حلقتنا لكن يومنا لسه بيبتدي وصباح الفول عليكم